خلي عندكم ثقة مية في المية انه هو مصر مش هتسيب فلسطين على الاطلاق خليني من النقطة دي بس اقول على حاجة مهمة جدا مصر عملت ايه علشان نوصل لأربع ايام هدنة خدها مني بقى عايز تسميها تحليل عايز تسميها معلومة سميها زي ما تسميها بس فيه لازم نفتح قوس مهم جدا القناة الاثناشر الاسرائيلية امبارح قناة الاثناشر الاسرائيلية كان قاعد فيها واحد راجل محلل من عندهم وما كانش عنده معلومة واضحة حقيقية مفصلة ده القناة الاثناشر الاسرائيلي بمحلل من بتوعهم هم وهو اللي بيقول لا نقوله لك دلوقتي ما عندوش معلومات لا معلومات عن تبادل الاسر ولا بتفاصيل عن الهدنة ولا الناس هتخرج منين وهيتم استقبالهم ازاي وفين حتى انه قال نصا وساعتها حط الشاشة بتاعة قناة القاهرة قناة القاهرة بتاعتنا القاهرة الاخبارية بتاعتنا ملكنا احنا مصر الحوافريت على رأي فؤاد المهندس نحن ننتظر المعلومات عبر الاعلام المصري لا الاسرائيليين ولا غير الاسرائيليين كان عندهم معلومة يعني لا الاعلام الاسرائيلي ولا اعلام غير اسرائيلي الناس ده كلامه احنا منتظرين من المصريين يقولولنا التفاصيل ايه والخروج ازاي ومن فين لفين حلو هل بس القناة الاثناشر انا بس بدأتلك بالقناة الاثناشر عشان تبقى عارف انت كمواطن مصري حضرتك كمواطن عربي احنا فين وقدرتنا على ادارة المشهد وصلة الى اي مدى قدرة مين قدرة مصر ما بين قصين العروبة مصر قادة المشهد العربي كله هذا ليس تفضلا ده دورنا ده واجبنا واجبنا ناحية كل العرب وواجبنا ناحية فلسطين قضيتنا المركزية التي طالما وصفناها بقضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة وكان لازم مصر تكمل في هذا الدور ولا تتركه على الاطلاق لسببين مهمين اول سبب اول سبب ان محدش غيرنا هيعرف يعمل كده ولو كان حد غيرنا هيعرف يعمل كده كان عمل بس محدش ليه؟ للاسباب السابق ذكرها في اول الحلقة في حلقات كتير هو انت حجمك ومكانك وقمتك ووضعك ووجيه سياسيتك وقرسك وتاريخك وتركم خبراتك بيحتم ذلك ان محدش هيعرف يلعب الدور ده غيرك محدش مش انا و محدش ولو انت ملعبتش الدور ده والله العظيم تلاتة لو الدنيا تشقلبت رأسنا على عقب ما كان هيحصل حاجة كله بقامل ربنا سبحانه وتعالى ده مما لا شك فيه اولا بس من غير مصر مفيش في نيتو طيب السبب التاني احساس مصر بانه تاني عاشكولك الدهاز ده ليس تفضلا احساس مصر بانه ده واجبها نحية المنطقة زي الاب في اسرته هو ده واجبه ده دوره ما ينفعش ابدا يتنصل الام دورها الامومة شيء غريزي ده مصر الدفاع والحماية والاسرار ده الدور الابوي مصر على بلاطة طيب هو ما يوسف القناة الاثناشا طيب والسي ان ان كانت بتعمل ايه سي ان ان عاملة نفس المشهد بينقله عن شاشة قناة الاخبارية القاهرة الاخبارية المصرية ده معناه ايه هل ده معناه بس مكسب للاعلام المصري بشكل عام او مكسب للقاهرة الاخبارية بشكل خاص انا ما اكسب ليك انت قاهرة الاخبارية جزء من منظومة الاعلام المصري الاعلام المصري جزء من منظومة الدولة كلها على بعضها كلمة الدولة بالمناسبة هنا لا تعني انه الدولة تمتلك القناة الفلني تمتلك اللي تمتلكه مش دي قص كلمة دولة حتى لا يفاصلك فيها يا جاهل او عارف بس متعمد يفاصلك الدولة يعني كل ما تحويه الدولة مؤسسة تطلع خاصة تطلع عامة تطلع باللذي هي دي الدولة زي كلمة النظام تعرف يعودوا فاهموك بره يقولك ايه العلزة محمد نصر والعيال بتاع معتزه شهات السكرتة دول فيجي يقولك اصل النظام النظام في العلوم السياسية يعني طبقة الحكم والمعارضة دي كلمة النظام ده التعريف الدولي في السياسة كلمة النظام كده ريجيم يعني كده مش معناها طبقة الحكم بس فهنا بقى الدولة دي قوة مصر يعني انت جزء من هذه القوة طب هزيدك من الشعر بيت بس ان هزيدك بقى من الشعر بيت طالما فتحنا في الكلام ده كل مواطن في المية وخمسة ولا المية وعشرة مليون مواطن كان ليه دور عظيم في اللي حصل في فلسطين ايجابيا يعني يعني كل مواطن فينا لدور عظيم لعبه بشكل مباشر او غير مباشر طب غير مباشر ازاي اقولك هو مصر علشان تمتلك معايير قوة شاملة من ضمنها ايه تسليحك هو في دولة قوية من غير سلاح هل في دولة قوية من غير علم هل في دولة قوية من غير صحة هل في دولة قوية من غير صحافة واعلام قوي هل دولة قوية طب هو السلاح بتاعنا أنا وإنت ده طيرات حاملات الطائرات الغواصات الرشاشات سمي كيف ما شئت أنا بقى على منظور الدولة إيه مش دي فلوس الدولة يعني فلوسنا ما إحنا جزء من الدولة صح علشان بقى بلد قوي يقول كلمته ويتعمل لها ألف حساب لازم يبقى في عندي معايير القوة الشاملة كلها وأولها إن القلب الصلب بتاع الدولة القلب الصلب بتاع الدولة هذا برضو المصطلح كلمة القلب الصلب أي الجيوش أنا هنا مش ياخدك بقى على تعبير آخر لا يوصف بي إلا ثلاث أربع جيوش في العالم ألا وهو حراس الأمة ومصر على أول القايمة وده تقدر تلاقيه في الأدبيات الإنجليزية حدث ولا حرج في أي جامعة كبيرة اسمه حراس الأمة سيرجعك على القلب الصلب القلب الصلب يجب أن يكون قلبا صلبا غير قابل للكسر ولا الشرخ ولا التفتيت ويرعش أي حد حواليه لأنه لو مش قوي محدش هيسمع كلامك قوي أو مش هيسمع كلامك خالص فأنت كمواطن ساهمت من يبقى فيه عندك قلب صلب شديد البأس فبيتعمله ألف حساب ألف حساب هو أنت لو دولة ضعيفة لكن الأمريكان هيعملو لك حساب ليه دولة ضعيفة بالمجمل مش بس الجيش دولة لقدر الله يعني لو دولة ضعيفة هيتعمل لك من الأمريكان حساب ليه طب لو دولة ضعيفة الصهينة هيعملو لك حساب ليه لو دولة ضعيفة أي قوة إقليمية أو غير إقليمية هتعمل لك 100 مليون حساب ليه الدور اللي مصر اللي عبيته في فلسطين هو جزء من مصطلحات مسافة السكة او جزء من مفهوم مسافة السكة ومسافة السكة في فلسطين مكنينش بس مسافة السكة يعني اللي هي ايه فلسطين على الحدود مسافة السكة يعني انت قادر على انك انت تاخد القرار وتقره وتفعله ان شاء الله يا رب يبقى على بعد 2000-3000 كيلو مفيش حد في المحيط بتاع البلد دي كلها يقرب لك ولا يقرب لك يعني لو خدت قرار بمقاربة ما احنا يا جماعة هنشتغل علشان نوصل لهدنة وهنشتغل علشان خطر نوصل المساعدات وهنشتغل علشان مفيش حاجة اسمها تهجير قصري للفلسطينيين وهنشتغل علشان مفيش حاجة اسمها تصفية قضية ولسه هنشتغل في سيناريوهات مستقبلية لاكرار حل الدولتين على حدود 4-6-14 يونيو 1967 فلازم كل القوة احنا اشققنا زائد قوة الاقليمية المحيطة زائد عواصم صنع القرار في العالم تبقى عاملة 30 مليون حساب لك وهم عاملين لك 30 مليون حساب ادي واحدة بس كده لا نزاهة الوساطة وانا قلت هلكو حتى من قبل الحرب الاخيرة دي من قبل 7 اكتوبر مصر هي الوسيط النزيه الوحيد في اي ملف مصر بتخش فيه النزيه في المطلق النزيه في المطلق يعني مثلا المساعدات هو مصر دلوقتي بتوصل المساعدات بس لجنوب القطاع مصر بتوصل المساعدات لأقصى شمال القطاع اللي قدامك ده المساعدات والشاحنات المصرية اللي محمل عليها 85% من حضرتك وحضرتك وحضرتك وحضرتنا لحد أقصى شمال القطاع دي مساعدات الشاحنات بتكمل لحد أقصى شمال قطاع غزة العرض 14 كيلو في طول حوالي 45 كيلو الشاحنات المصرية واخدى الـ 45 كيلو كلهم بالطول دي قوة مصر ودي إنسانية مصر ودي نزاهة مصر وده نبل مصر السياسة عادة ما فيهاش نزاهة مطلقة السياسة عادة ما فيهاش نزاهة مطلقة وما فيهاش نبل مطلقة فبطبيعة الحال العالم كله يلتفت للناس اللي بتلعب سياسة بنزاهة ونبل دي يا جماعة هو أنتو ملايكة؟ لا والله إحنا مش ملايكة إحنا بني أدمين بس عندنا نزاهة وعندنا مبادئ وعندنا سوابت سوابت مين؟ سوابت يجي 12 ألف سنة عمر هذا الوطن بعض يقول لك 6 ألف 7 ألف 8 ألف الله يمانيتون السمنودي المؤرخ المصري الهام والعظيم بيقول تقريبا 12 ألف سنة دي مناقشة تانية في الإيجيبتولوجي طيب أنا عندي يا سيدي نزاهة ونبل ومبادئ وسوابت السبع تلاف سنة اللي الناس بتتكلم عليهم هو في حد قدي حتى في السبع تلاف هو في حد قدي مفيش مش هقول لك بقى الغريب بل والأكتر غرابة لا اللافت للنظر إنه بلد تحافظ على سوابتها سبع تلاف سنة مش بس حدودها سوابتها مبادئها مبادئ هذا الوطن لم تتغير لا سبع تلاف ولا تمن تلاف ولا اتناشر هي هي مش بس الحدود اللي احنا شايفنا قدامنا على القريطة من ساعة ما العالم وعي المبادئ وده جزء من قوتك الحالية إن انت قادر تشم نفسك وترفع راسك قدام الكل زي واحد تافه طلع قالك أه عرفت دلوقتي الأوروبيين عاوزين يحطوا لنا حزمة يحطوا أه قالك يحطوا ل مصر حزمة مالية بعشرة ولا مش عارف إيه مليار وأصلي مش عارف البنجة الصندوق النقدة هيبعت خمسة ولا ستة بس فقالك بس كده مخطط التهجير مصر هتتنازل مصر هتتنازل بعشرة الله خمستاشر ولا عشرين هي مصر مش هتتنازل ولو بتريليون أصلا بس يعني إذا افترضنا بقى إن أنا راجل مش قد كده وعايز أخش في صفقات أخش في صفقة عشرة خمستاشر مليار ترجمة نانسي قنقر